أشار رئيس الوفد الروسي إلى أستانا أليكساندر لفرينتيف يوم الخميس لأن روسيا مستعدة لتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القضية السورية إضافة إلى الدول الأخرى ذات التأثير القوي في الشرق الأوسط مؤكدا على أن التعاون العسكري بين روسيا والولايات المتحدة هو الطريق الصحيح لحل الأزمة غير أن الولايات المتحدة تتجهل دائما الجهود الروسية لتعزيز التعاون مضيفا أنه يأسف جدا بشأن عدم إجراء محادثات مع وفد المعارضة السورية كما قال لفرينتيف أن روسيا سترسل مراقبين إلى مناطق تخفيف حدة التوترة أوضاع تنفيذ الهدنة هناك